ببضع كيلومترات عن كورنيش مدينة طنجة كتواجد منطقة الهرارش القريبة مسافة والبعيدة كل بعد عن بوابة إفريقيا ومشاريع طنجة الكبرى هذه المنطقة اللي كانت تبعى لعمالة فحص أنجرق بالمدخل مجال حضاري ويتمضمها الجماعة طنجة سنة 2009 هذه المنطقة الآهلة بالسكان كتعاني من أقصى درجات التهميش على جميع المستويات وفي مقدمة هذه المشاكل أخطرها الهدر المدرسي اللي كتعرف المنطقة بسبب العزلة وصعوبة الوصول لحجورات الدراسة وكي تزاد الأمر صعوبة مع الأمطال الكثيفة لكتشهدها المنطقة مع كل فصل الشتاء والبنية المهترئة لمدرستها وبسبب الحالة الكارثية للطريق المؤدية للمدرسة هذه المنطقة وهذه المؤسسات لا يوجد حتى الشريان للحياة يعني تلك الطريق اللي غاديش فيها المسؤول ولا شي حاجة ما كيناشي أضعف الإيمان أضعف الإيمان كون عنا واحد طريق اللي كتسهل علينا واللي غادي تخفف الممعاناة ديال الساكينة الضوء ما كينشي بساعة لزادة كفاس وكفاس لأن دائما تلك الوقت الذي يصل إلى هذه الساعة للعشية الضوء ما كينشوا في حالهم قبل الوقت دياله وكين متطاوعين كانوا جوعا من الطاقة الشمسية ولكن الحد الآن خسرت باتريا دياله ما كيشارجوشي مع العلم هي مؤسسة ديال القطع الخاص ولها ديال الدعم ديال تدائي فيها الضوء ما عرفنا كيف يجابوه الضوء مرحب المشيتها وممو عطم زيان أنتو بووش مع عنكو شمراحب؟ عنا ولكمشي معوطين مزيان ماللي قطيشتها مكن ما كتكوش عنا إمكانيات باش نوصلت لهم مدارسة وكينبعد الأطفال يعني يسكنين بعادين في الويدان نخصهم مقطع ويدان وطاقات ليوقع شي فيادا يدينوا في ذيك الويدان يعني ما كينه صعوبات كتيرة الوضع كارتي كما كتشوفون يعني حوج رأيتب ساقر إلى الجميع المؤهلات كنا نعتمد على الطاولات على الصبورة وعلى الطباشر ونحن نعيش الآن في وحد الوقت للتكنولوجيا أصبحت هي الداعمة الأساسية في العملية التعليمية هذه تقريبا 25 سنة وأنا أعمل في هذه المؤسسة والحال ما زال على حاله بهذا المنبار وبحق هذا التلاميذ وبحق هذا الأجيال الصاعدة كانت من المسؤولين يراعي هذه المسألة ويعطيه هذه التعليم حقه من الاعتمام وحقه من العناية إضافة إلى مشاكل أخرى كتعلق أساسا بين عدم شبكة الصرف الصحي وقلة الإنارة العمومية أما عن الوضع الصحي بشجيرات فيمكن القول أنه دليل آخر على أن المنطقة تعاني تهميشا حادا في كل شيء خصوصا مع الغياب تام لمركز الصحي يمكن يقدم للساكنة أبسط الخدمات الاستشفائية عنا سبيطار ما كيناشي كان مشيو عليه كولومي ضد طرق إلا مرض شي واحد فينا يقول لك نطلبه من العائلة والناس مساكن يعملوا فينا الطرف للخير وإلا ما ألقينا شي يبقى مسكن ينشبروا بسيات بقالة الغبرة سخانة قال لك طيح له سخانة قال لك طلع على بسيات 500 هات الشي لي كانوا وإلا كان سعودوا مبعطيتنا بش أن نقضو ديك الإنسان أي ما رخص شي واحد في العائلة اللي غادي وصلها وإلا ما كيش لوصلها غادي تزاد لزيادة في الطريق وغادي تجيب لها ونهاري غادي فكها الله وتمشي انظارات ارتاح كي يجي لك القائد خصتك مثلا تمشي يجيب لها طنجد الناس ولا ثلاثة الناس باش يشهدو تعدل لها الوراق دياله وشكو غادي ساعد معك فهذا المساعدة احنا معدبين في المشروع دولادنا ما كيشون مدرسة معدبين ما كيشون معدبين تبدي الكتوبة وتبدي الكتوبة وتبدي تخلقي صنديالا ما كدرك شيالا بنتي كتبقى في الزنقة ما كتجيش ندار كتبقى في الزنقة من دراسة واللي كيزيد بالمعاناة ساكنة هاد المنطقة انها الى حدود اليوم غير مشمولة بتصميم تهيئة وبالتالي الناس محرومين من الحصول على رخص البناء ويمكن تصور خطورة الامر اذا عرفنا ان اغلب المنازل بالمنطقة ايلى للسقوط شيء اللي كيهدد سلامة الساكنة ومع ذلك يمنى عليهم الحصول على رخصة الاصلاح المسؤولين دائما الشيكاية وعمروا شي واحد ما جاء وتناقش معانا كيلخصونا مشكل مشكل در رخص لا احنا ما عنا شي مشكل در رخص احنا عنا مجموعة للمشاكل ما تلخصنا شي اي مشكل در رخصة احنا الناس كيتحوا عليهم الدور كين شي واحد لي جاء تناقش معانا كتجي عنا اللجنة كتقول لك والدر صلحة لك تسكن فيها الصلحة اجي انسينا الصلحة فينوما الاساسات احنا نسكن لي انا خاطر احنا مرر الناس تحوليه اولاده وكيني الناس إلا ما قادروا نشي هضره لاحنا عن هضره وتخيل بانك يجبار الحجرات تحت من الصوف هودتك اذا كان اولاده ناسي نسمك احنا نشي حل كيف احنا نصلحوا واخنا نسلحوا الرخصة مثلا ولكن احنا نشي حل احنا نبغينا البادل انا كشب في عمري مثل سنة ثلاثة وعشرين احنا نشي حل هودتك هنا نشي حل من انا فتح هدي ارى سنة الحياة ولكن سنة البادل وختما منعنا احنا لنا لا نسكن في هذه المساكت التي تعرضو ما احنا لنا متحدة نريد نسيطة نريد نرفعنا اوضاع معيشية صعبة غياب للتنمية ارتفاع معدل البطالة انعدام فضاءات التشغيل وضعف البنيات التحتية كلها عناوين لمنطقة تعاني اقصى درجات التهميش ورغم الشكايات والنداءات لتلقاتها الساكنة للمجلس المنتخب فانها بقيت دون تجاوب ويبقى الامل ديانا من خلال هذا التقرير ان ننثل انتباه السلطات المعنية والمسؤولين ترابيين من اجل تدخل عاجل لاخراج هذه المنطقة من العزلة والتهميش ورفع المعاناة على الساكنة من باب الانصاف الاجتماعي والمجالي وادماجها ضمن المجل ترابي للتنجر الكبرى لتجنب المنطقة والاسباب الصعيد والاحتقان في المستقبل